بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الحادي والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نواصل الحديث معكم في موضوع الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن دلائل النبوة أي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة لأن هذا موضوع مهم جداً فدلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير محصورة فمنها المعجزة وهي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة وفي القاموس معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء فيها للمبالغة وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته ومعجزات الرسل عليه الصلاة والسلام كثيرة منها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه ومنها قلب العصاحية آية لموسى عليه السلام ومنها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى عليه الصلاة والسلام ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أعظمها القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس ومنها الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام حتى سمع الناس كلامه ومنها حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام ومنها إخباره عن حوادث المستقبل والماضي ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون بل هي كثيرة ومتنوعة منها إخبارهم الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم فوقع كما أخبروا لم يتخلف منه شيء كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ونوط وموسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مما قصه الله في كتابه ومنها أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق مما به يعلم بالضرورة أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم ومنها أن الله يؤيدهم تأييدا مستمرا وقد علم من سنته سبحانه أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق بل لا بد أن يفتضح الكذاب وقد يمهله الله ثم يهلكه ومنها أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل فلا يمكن خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه فهم يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم وكما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله ومن دلائل النبوة تأييد الله للأنبياء فقد علم من سنة الله وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق بل لا بد أن يفضح الكذاب ولا ينصره بل لا بد أن يهلكه وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدعي النبوة ولم يكذب عليه بل هو ظالم سلطه الله على ظالم مثله كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بخلاف من قال إن الله أرسله وهو كاذب فهذا لا يؤيده تأييدا مستمرا لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام فقال له عند ذلك والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم وما من أحد ندع النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز وما من أحد ندع النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمورا والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به كذبه من صدقه هذا وربما يسأل سائل عن الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان وعجائب المخترعات التي ظهرت اليوم فالجواب أن هناك فوارق كثيرة بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان منها أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين فالغالب عليها الكذب وإن صدقوا أحيانا في بعض الأشياء فإنما ذلك بسبب ما يحصل عليه الكاهن من استراق شيطانه للسمع ومنها أن السحرة والكهانة والاختراع أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن والإنس ويمكن معارضتها بمثلها بخلاف آيات الأنبياء فإنها لا يقدر عليها جن ولا إنس كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الأنبياء ولا يقدر عليها الخلق كلهم بل الله سبحانه هو الذي يفعلها آية وعلامة على صدقهم كانشقاق القمر وقلب العصى حية وتسبيح الحصى بصوت يسمع وحنين الجذع وتكثير الماء القليل والطعام القليل فهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ومنها أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون جميع ما جاءت به الأنبياء وأما السحرة والكهان والمتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ببعض ما أنزل الله ومنها أن الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما السحرة والكهان والدجالون الكذابون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية ومنها أن الأنبياء جاءوا بما يكمل الفطر والعقول والسحرة والكهان الكذبة يجيئون بما يفسد العقول والفطر ومنها أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هم وإنما يفعلها الله عز وجل آية وعلامة لهم كانشقاق القمر وقلب العصاحية والإتيان بالقرآن والإخبار بالغيب الذي يختص الله به فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق كما قال الله تعالى لنبيه عندما طلبوا منه أن يأتي بآية قال قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وأما خوارق السحرة والكهان والمخترعات الصناعية فإنها تحصل بأفعال الخلق والفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان والسحرة كثيرة واضحة ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع كتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين